السؤال بعد كده بيقول أنا دلوقتي لو حد خلاني أحلف أني ما أقولش الحاجة دي لحد بس الحاجة دي هتأذي شخص تاني ولازم تتقال بس أنا أحلفت ينفع عادي أقولها للشخص اللي هيتأذي بعد ما أحلفته ربنا يسمحني أول حاجة ده حاجة اسمها السر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمانات ده مش بس المجالس بالأمانات ده كمان هو جعلك تقسم على هذا طيب احنا عندنا حد هيتضرر هيتضرر يعني يحصل إيه حد هيسرع حد حد هيئتي الحد أول حاجات دي الضرورات تبوح المحظورات لو كان فيه كده لكن فيه واحد هيعمل حاجة ويبيع حاجة البيع ده وتأذي حد فأنا عايز أن أبيعه ويروح يشتري قبل ما لا بص عا تعمل إنت إيه بقى لو إنت شايف أن فيه ضرر على الشخص ده إيه اللي حاصل تنصحه ولا أو شوف الاتزان بيقول إيه أن تذهب فتنصحه ولا تفشي السر يعني ما تروحش تقوله فلان قال لي كذا 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 فلان قال لي أنه هو في اليوم الفلاني ده هيجي ويعمل حاجة تأذيك ولكن تجي تقوله إيه خليك حريص الأيام اللي جاية في حاجاتها تحصل كد 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 تنصحه وهذا يجعلك شخصا متزنا لا أنت أفشيت السر ولا أنت كمان تركت الناس تتضرر طيب هل نصيحة الناس اللي منع الضر عنهم ده نوع من أنواع إفشاء الأسرار آباداً فنصحت ليك اللي تخليك حافظ السر للناس ومانع الضر عن الناس أنك تنصح الشخص وتؤكد عليه تأكيداً أن أنت عارف من طرق متعددة من غير ما يبقى تفشي سر الراجل أنه يحصل كد 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 بما ينفي عنه الأذى فانصحه ولا تفشي السر فانصحه ولا تفشي السر يبقى أنت عملت الاثنين إيه اللي حاصل سعدت الشخص على أنه يتجنب الدر وكنت عاملاً بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لأن في الحقيقة حفظك للسر ليس تعاوناً على الإثم والعدوان لأن معنى التعاون على الإثم والعدوان هو أنك إذا لم تفعل هذا لا يقع العدوان والإثم لكن العدوان والإثم هيقع بفعل هذا الشخص فأنت مش متعاون على الإثم والعدوان يبقى إيه اللي حاصل عليك أن أنت تعمل ده ليه بقى؟ لأن احنا جربنا كتير الناس كتير يسألوا مثل هذا السؤال فييجي نعمل إيه؟ فالناس يتسببوا في الوقيعة بين الناس هو الراجل ما كانش عامل حاجة وقال كلمتين كده في وقت ما عرفش غضب فرح قال له كده فالناس حصلوا وقيعة بينهم والناس فسدت العلاقات بينهم وناس بالعكس لو ممكن الناس تعمل أشد من ذلك وأسوأ من ذلك وخاصة لو كان عندهم علاقات ما بينهم يبقى الحل هو إيه؟ حل سهل إيه يا سيدي؟ النصيحة والحفاظ على السر يبقى أنت كده فعلت الأمرين دون ما أنت تقع في مخالفة شرعية لأن أنت سألتني أعمل إيه؟ هل أن أنا أفشي السر؟ لا ما تفشيش السر وأنصح الشخص بما يجنبه الإيه؟ بما يجنبه الضرر الذي يقع عليه اشتركوا في القناة